الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الإعلان عن آليات صرف منحة الرئيس السيسي للعمال غير المنطدم تمام السابعة مساء في القاهرة مجز الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتح السيسي كافة الجهات المعنية بالتجديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة وذلك حرصا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية جاء ذلك في إطار تفقد الرئيس عبد الفتح السيسي بعد ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية وفي ضوء ما تلاحظ لسياداته من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع اجتمع الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية لاستعراض عدد من مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية مع بلورة خطط زمنية محكمة الجوانب في هذا الإطار وذلك على نحو يعزز القيمة الاستثمارية لهذه الأراضي من خلال زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتربية الثروة الحيوانية وما ينتج عن ذلك من زيادة النشاط العمراني والتنموي والخدمي وقد عرض وزير الزراعة في هذا الصدد الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقتين جنوب الوادي وشمال سيناء مشيرا إلى مختلف المقاومات المتميزة التي تتمتع بها تلك المناطق لتوفير فرص العمل من خلال إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم على استصلاح الأراضي كما استعرض السيد اللواء مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة جهود التنصيق مع وزارة الزراعة لدعم خطط التنمية الزراعية في مصر وتعزيز الأمن الغذائي بمختلف عناصره بالإضافة إلى تحقيق التكامل فيما يتعلق بمشروعات الانتاج الزراعي والحيواني لتعظيم الاستثمارات وتوفير فرص العمل عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة الأليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقد حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة والتموين والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات والتضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي للمرأة وممثل الجهات المعنية وشدد دكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تراعي آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف تنفيذا للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التي تطبقها البلاد وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التي قررها الرئيس بصورة كريمة وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على أن تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين المقبل الموافق لثالث عشر من أبريل الجاري وحتى الخميس السادس عشر من أبريل الجاري لكل من سجل بياناته حتى نهاية عمل اليوم الخميس الموافق للتاسع من أبريل وتم التأكد من استحقاقه وذلك من خلال مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإتمان الزراعي وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعا وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف وتمت الإشارة إلى أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحقة قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف وأهبى مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة سالفة الذكر وسيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له أكدت مصر والسودان على التمسك بمرجعية مصاري واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وبحف رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم في الخرطوم مع وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة واستقبل حمدوك المسؤولين المصريين بحضور وزير الري والموارد المائية السودانية سير عباس ومدير المخابرات العامة السودانية الفريق جمال عبد المجيد وأكد الطرفان في تصريح صحفي مشترك على التمسك بمرجعية مصاري واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المصار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015 كما ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السودانية الدكتور عبد الله حمدوك إلى القاهرة وأدي سبابا في القريب العاجل كان هذا موجز السابع مساء من تلفزيون النهار دمتم بخير وإلى اللقاء